لقي شخص حطفه وأصيب اثنين أخرين بشروح خطيرة في حادث مرور وقع في ولاية الوادي إثرى استدام سيارة وقطار في مدخل بلدية سيدي عمران بجامعة هذا الحادث كما قلت خلف قتيل واحد وجريحين تدخلت مصالح الرحيم المدنية وقامت بنقل جثث الضخية لمصلحة حفظ جثث بمستشفى ساعة دخل بجامعة وقامت بتقديم الإصعافات الأولية وتحويل الضخايا لإستعجالات الطبية ومن جهتها المصالح الأمنية فتحت تحقيق أمني تحديد أسباب هذا الحادث وحسب مرسلنا تعد كل الممرات تم ممرات السكك الحادثية بالولاية المنتدبة المغير غير مخروصة وهي التي تشكل خطرا دائما على المرة